هناك بعض من حديثي النعمة وحديثات النعمة يطالبون بالخدامة الأجنبية لأغراض الوجاهة على قولة هنة فخفخة شوية قدام الناس يعني شو نرأيك بهذه التفصيل والله أستاذه أصلاً فلسفة العمالة الأجنبية هي فلسفة ترى موجودة في كل دول العالم يعني مو خطأ أن تكون عندنا عمالة أجنبية لكن بثلاث ضوابط أساسية لازم تكون هناك ضوابط قوانين وإجراءات صحيحة 100% متى يدخل وبها محمي من الأمراض محمي هذا الشخص عد الكفاءة الفنية اللي جاي يقيم بهذا العمل كذلك أنه لازم وزارة العامة الاجتماعية والمراكز البحثية تدرس الآثار الاجتماعية لتتركها هاي العمالة في المجتمع القضية الثالثة بمقدار التأثير على الأياد العاملة هاي القضية إلها قد راح تأثر على المجتمع ابتعدت عن سؤالي راح تيجنب بعد بعد لا حد جاء لا حد جاء لا لا احنا المحلحة حتى نفهم معاك ساد يثار محوري يعني أنا حديث بغداد نطرح المشكلة ناخذ الحلول لا حد جاء لا حد جاء لا حد جاء لا حد جاء أرضى وضح لجنابك الكريم تحدثت بأن الكثير من حديثي النعمة في المجتمع يطالبون بخدامة أجنبية تمشوا إياها تجزم الجاهل تشيل البزونة هاي الأمور شون تنظر أو ينظر لهم المجتمع وأنا ده أحسس هذا في حديثي النعمة في كلامي بذني الثلاثة أنه هو يجب أن يحس بالمجتمع أنا يوم من جبت واحد وشغلت عدي أنا وقعدت عراقي وأثرت على العراقي وهذا بات شرع عقبة العراقي يمكن أن يحيصير مجرم وأنا راح أتأثر المواطن العراقي بآثارة من أقول أن هاي الفلسفة بصورة عامة يجب أن تكون بقواعد وإجراءات ويعرف العراقي ويتثقف بهذه القواعد شو أنا أجيب لي واحد أجنبي شغلة بيتي كن أنا أعرف بها ومدرب ومثقف بها في ذلك الوقت أنا إلى الحق أجيب هذا الأجنبي وشغلة عدي راح أطلع من مبدأ قضية سلام مردء الموضوع مردء مردك تناقش بعصبية أبدأ نجال تناقش هو حديث بغدان كنش رأك ساني هو هادئ لا لا هو هادئ هو هدوء عارك تكون مسترخي لا 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 صدقني صدقني شون فبس بعد إذنك بعد إذنك أولا هو كونن الأسعار رخيصة صح والعمل صح ضغط عليه صح اجتماعيا العراقي ما يتحمل بأن أحد أمره هذا شيء معروف عنه ثانيا البيئة العايش فيها العراقي مبالغ الإيجار والكهرباء وإلى آخره أكيد يتأثر عليه ما يقدر يجيب لأن يطالب بسعر أكبر فلهذه الأسباب اتجعوا إلى العاملة الأجنبية أكيد اللي جاء تكلم أنت كل هذه النقاط اللي جاءت أحكي أن نحكي بها وأن نحكي أنه الآثار الاجتماعية بسرعة عامل المهم إحنا نقول أنه إذا كانت هذه الشخصية اللي هي المترفة وإذا شوف أنه دخول العمال الأجنبية بطريقة مو عن طريق المكاتب وأني مضمنة دخول المكتب أنا ذاك اليوم في بيتي جاءت الاستخبارات دقت الباب على شخص هم عامل بايق فد مبلغ كبير والشخص الإراقيين العامين في ذلك المحل محل ما ذهب كل مذبوبين بالسجن ولولا جوي على الكاميرات وتابعه لا تنصات كالثة يجب أن يكون استخدام العمال الأجنبية عن طريق المكاتب المؤجرة رسميا وأني يمكن أخذت ميتين يعني فرق أدطي بس ميتين دولار ومدأ أدطي هذه الضمانات القوية إلى هذه المؤسسات قد أقع بمشاكل ما إلى غنية قد يموت عدي إذا ما تعدي هذا الشخص في بيتي أنا قد أسبب مشكلة دبلوماسية لهذا البلد مين يجي هذا شلون طاب شلون ما تعدك منو أنت كل هذه المشاكل اللي رح تترتب علي وعلى مشاكل اللي تكون من غير المشاكل الاقتصادية اللي هي تخدر العمالة العراقية في العراق بمليون حسب ما قال وزير العمل أجد قاعد نصدر مبالغ حدود أكثر من 6 ترليون بالسنة الوحدة تطلع عندنا مبالغ خارج العراق وتطلع معظمها سوخ سودة يعني مثل من بدون حوالات حقيقية عشون جاي حول والله يعني ما أعرف أنا يقول عندنا نسبة اللي يقول وزير العمل يقول نسبة الأيدي العاملة اللي جاية بطريق إحنا من اتهمنا قلنا ما أعرف قاعد تطلع عن المبالغ عشون جاي تطلع ما أعرف أنا من اتهم مؤسسة يعني أو من اتهم هذا الكلام الخطير غير أعرف ما هي صحة عن طريق التحويل عن طريق غير أمور أقول أنا مختصاص قاعد أرجال باحث أقول لك مو دولة بعد شون بطريقتك بطريقتك شون قلت قاعد تطلع ما أعرف هاي المبالغ حسن أقول لك شون أقول الوزير وزير يقول نسبة وزير العمل الشيء الاجتماعي يقول مليون عامل خارج الضوابط القانونية موجود بالعراق